كل أحوال اللي احنا بنتكلم في شهر هي المرة الأولى من ثلاث مواسم اللي تتاح فيها لفرقة النادي الأهلي أنه يبقى عندها فترة راحة سلبية ويبقى عندها فرصة كمان لأن يكون فيه معسكر أعداد على أعلى مستوى تستقبل به موسم جديد جاي وإحنا تحديداً بنتكلم في حوالي 35 يوم هي معاد ضربة الانطلاق لبطولة أو مشوار النادي الأهلي في بطولة أفريقيا ومن دلوقتي الحقيقة خلينا أطمنكم أنه جهاز الكرة في النادي الأهلي بيناقش مع الجهاز الإداري للفريق ترتيبات أول رحلة إن شاء الله لعملاق أفريقيا المرض الأحمر فيه النسخة الجديدة من دوري الأبطال كلام طبعاً لسه ما تحددش على هنواجه مين يعني إما نواجه التحاد من السيل التونسي أو نواجه الجيش الرواندي دول فرقتين هيتقابلوا في الدور 64 اللي أهلي يتلع فيها باي نتيجة الأهلي هو النادي الأول على مستوى قارة أفريقيا من حيث ترتيب النقاط والنتائج وبالتالي أنت مش تلعب دول 64 في البدايات في أول تسعة أنت هتنتظر لأول أسبوع من عشرة ما بين سبعة وتمانية وتسعة أكتوبر هيكون ضربة البداية أو ضربة الانطلاق مع الفائز من واحد من الفرقتين دول فبالتالي بدأ النادي وبدأ الجهاز الإداري أنه يحضر معلومات عن الفرقتين أي إن كان مين الفريق اللي هيصعد أو الفريق اللي هيتأهل لمواجهة النادي الأهلي هيتم جمع البيانات عنه هيتم كمان ترتيب عدد من الأمور الخاصة بالرحلة المنتظرة إن شاء الله بإذن الله سواء فيما يتعلق بقى بإجراءات السفر إجراءات الإقامة ملاعب التدريب كل ما يتعلق بمشوار الأهلي إن شاء الله أو بداية مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا بدأ فتح ملفه بالفعل وكل المعلومات وكل التفاصيل الخاصة بيها بيتم تجهزها عن دور الـ 32 أو دور التمهيدي ما قبل طبعا دور المجموعة ترجمة نانسي قنقر